النهاردة هنرجع معاكم لزين والسارة وهنلخص لكم جزء جديد من مسلسل التمن بس قبل ما نبدأ بمفكركم اننا وقفنا في نهاية الجزء اللي فات مع هايفة وهي بتسرق معلومات من مكتب كرم وبتديها المعتصم مقابل مبلغ مالي جبير بعدها بنشوف زين مع واقل اللي بيسأله وصل لحد فن في علاقته مع سارة فبيقوله زين انه بيحبها لكن هي خايفة تحبه ولما بيسأل واقل عن السبب بيقوله زين انها اكيد عندها اسبابها الخاصة وهو بيحترم الاسباب دي ولما بيكمل زين كلامه عن سارة بتترسم الابتسامة على وش وائل وبيقوله انه شغفه بسارة عجيب لكن الشغف في العموم مش بيستمر طول العموم والتاني يوم الصبح بتكون سارة قاعدة تفطر مع ابنها ابراهيم ومع المربية امينة وبيبقى واضح على ابراهيم انه تعلق بجده لانه بيطلب من سارة انه يزوره وقبل ما تمشي سارة بتفكرها المربية امينة باللوحة اللي جبها لها زين وبتفكرها انه كانت عايزة ترجعها له لكن سارة بتغير رأيها وبتقول لامينة انها تحتفظ بيها وفي الطريق للشغل بتحكي تيمة لسارة عن اخر خروجة ليها مع كرم وبتقول لها انه ابتدى يقول لها كلام حل وعشان كده فضلت طول الليل صح يتفكر فيه فبتقول لها سارة انها مبسوطة علشانها جدا بس بتنصحها انها تبقى تقيلة شوية وفي نفس الوقت ده بيكون فراس لستفحرته وبنشوف موظف الفندق بيسأله وهيقعد كم يوم عندهم فبيقول له فراس بحزن انه مش عارف لان حياته كلها بيزة ومش عارف اموره هتتزبط امتى اما مراته نور فبتبقى هي كمان حزينة وقاعدة في سريرها وافطرها جنبها زي ما هو ولما بتدخل لها ام سعيد مديرة البيت بتسألها ليه مش بتاكل وبتطلب منها تتمنى اي اكلة وهي هتحضرها على طول بس بترفض وبتطلب منها انها تشيل اكل وتخرج ونفس الحزن واكتر بيبقى على صفرة ابراهيم ومراته نادية ولما بتعرفهم ومسعيد انه نور ما اكلتش بيزعله اكتر وبتقول نادية لابراهيم انها مأهورة على نور لانها ما لحقتش تتهنى بحملها وعلى طول بيبدأ ابراهيم يروم نفسه وبيطلب من نادية انها تفكره لو كان عمل زنبي كبير زمان عشان يكفر عنه فبتقوله نادية انه مالوش دخل بكل اللي حصل وطول عمره ماشي بما يرضي الله فبيقولها ان مش مستوعب اللي عملوا فيهم فراس ابنه لانهم كل ما يخرجوا من مصيبة بيدخلوا في مصيبة تانية بسببه وبيقولها كمان انه عارف هو هيعمله خلاص وبيروح على مكتبه وبيتصل بالمحامي بتاعه وبيطلب منه يلغل كل البطايا البنكية باسم فراس بعدها بينشوف زين وكرم وهما بيجهزوا نفسهم للمناقصة وبيقول كرم لسارة والتيمة ان مصير الشركة كلها متعلق بيهم وعشان كده لازم يقدموا عرض كويس للملف بتاعهم في نفس الوقت ده بتقرر سمية انها تستمر في محاولاتها للتقليل من سارة على الملأ وبتتصر بالدكتورة عاصم اللي كان بيتابع حالة ابراهيم ابن سارة وبتقوله انها تعمل مزات خير لبعض القطع الفنية واللوحات اللي بتملكها وبتطلب منه انه يقنع اهل المرضى بالحضور وخصوصا سارة وابنها ابراهيم وبتوصي انه ما يجيبش سيرة خالص في كلامه مع سارة اما سارة فبتبقى في الطريق للمناقصة مع زين بس بتقوله انها متوترة المرادي ده على مكتبها متوترة ومش على بعضها ولما بتروح لها رولا علشان تعرف مالها بتقول لها هايفة انها ما نميتش كويس مبارح وطبعا رولا ما بتكونش عارفة ان هايفة خانت الشركة اللي هي بتشتغل فيها وحسب الزم وقبل ما تبدأ المناقصة بيسلم ناصر على كرم وزين وبيقول لزين انه حزس ان المنافسة المرادي بقى حاجة مختلف وبيقوله كمان انه اما دخل في المناقصات قدام ابوه وكان بينهم منناقصة جامدة فبيتدخل والو بيقوله انه هما بيتمنوا انه العرض الافضل هو ليفوز ولما بتبتد المناقصة بتقدم سرع عرض لتصميمات شركة موزيك وبتقدمه مسيرة شركة ناصر عرض لتصميمات بتاعت شركتها بعدها بيستلم المحكمين عروض العسعار من الشركتين بيروح عشان يقارنوا العرضين في قاع منفصل وفي نفس الوقت اده بيستدعي السيد ابراهيم رئيس العمال في شركته وبيقوله انه كبره بقى راجل عجوز سيء الحظ لدرجة انه دفن ابن البكر بايده وابن الصغير فراس مرمغ اسمه في التراب وعشان كده بيطلب منه انه يبلغ كل عملاء الشركة انه ما يتعاملوش مع فراس تاني لا في فلوس ولا في بداعة ولا حتى في اوراق وبيطلب منه كمان انه يبلغوا لو فراس راح الشركة ولما بيرجع المحكمين لقاعة المناقصة بيقول واحد منهم انه بيدي صوته لصلاح عرض شركة ناصر وده لانه عرض السعر الاقل والاكتر واقعية لكن في النهاية حصل تعادل في التصويت والحكم النهائي هيبقى في ايد المستشار ولما بيتكلم المستشار بيقول انه عرض ناصر صحيح بيدي اسعار اقل لكن عرض شركة موزايك بيدعم رؤية مستقبلية مهمة والبلد في امس الحاجة لها وهي رؤية الاعتماد على الطاقة النظيفة وعشان كده هو بيدي صوته لعرض شركة موزايك وبكده هما اللي بيفوزوا بالمناصة وعلى طول بيتبدل الخوف والتوتر اللي كانوا مسيطرين على زين وكرم وباقي المجموعة بتاعتهم لفرح وحماس اما السيد ناصر فبيلوم المحكم اللي كان مديه رشوة عشان يخليه يكسب المناقصة وبيقوله ان اللي حصل ضف دي حل شركته فبيقوله المحكم انه عمل اللي عليه بس المستشار هو اللي اخد القرر النهائي بس ناصر ما بيقتنعش بكده وبيهدده وبيقوله ياخد باله من نفسه الفترة اللي جاية وفي اللحظة دي بيقرر زين انه يكشف اللعبة اللي عملها وبيقول لسارة وتيمة انه واثق فيه وما فيش عنده اي شك فولاءهم بس اضطر يلعب لعبة على الجسوس اللي بيسرب الملفات برا الشرك وبيقولهم انه طلب من صباح انها تطبع ملف فيه تصميمات اسوأ من تصميماتهم وتحطها في ملف وتكتب عليه بخط واضح انه ده النسخة النهائية من مشروع المركز الثقاف وده كان الطعم اللي بلعه ناصر ولما بيفهم ناصر اللي حصل بيكلم معتصم وبيقوله انه هيفا دحكت عليه وسلمته ملف غلط لكن معتصم بيقوله انه متأكد انها صورت الملف في الصح وهنا بيفهم ناصر ان زين هو اللي خدعه ولعب بيه وعشان كده بيقوله معتصم انه هيتصرف معه بنفس وبالليل بيقعد كرم وزين مع امهاتهم هالة وسمية اللي بيبركلهم على فوزهم بالمنقصة وبيقولهم انه هم فخورين بيهم وبنجحهم لكن كرم بيلاحظ ان زين قاعد ما بيتحكشه مكشر وبينصحه انه بتسم في وش مامته لكن زين بيبقى الان من مامته سمية وخصوصا لما بتجي لها رسالة على تليفونها وبتتكلم مع هالة بصوت واطي وهنا بتغير هالة الموضوع وبتقول لزين وكرم انها هي وسمية عايزين يفجقوهم وبتبقى المفاجأة دي هي فكرة المزاد الخير للاطفال المرضى بالسرطان فبيقولهم كرم انها فكرة حلوة وبيوفقوا زين وبيقول انها فكرة ممتازة لكن بيسأل سمية وهالة عن مصدر الفكرة وازاي جت في دماغهم وطبعا بيبقى مش مستريح لانه عارف مامته كويس ولما بتاخد سمية بالها من شك زين بتحاول تقلل من شكوكه فيها وبتقول ان هالة هي صاحبة الفكرة وبتكمل هالة على كلامها وبتقول ان المزاد ده هيفيد فكرة مشروع المستشفى الخيري اللي هما نوين يعملوه ده غير انه هيعمل صدى كبير في لبنان كلها لكن زين بيفضل شاكك في مامته عشان كده بيقولها ان فكرة المزاد الخيري فكرة حلوة بس بيفضل ان هما ما يحاولوش يربطوها بمشروع المستشفى الخيري لان المشروع ده هو فكرة سارة وهو مش عايز الخلاف اللي حصل بين سارة وبينها يتقرر تاني فبتقول له مامته ان كانت عايزة تصلح غلطها اللي عملته في الحفلة مع سارة فبيقول لها زين انه فاهمها كويس وعشان كده هو مش عايز اي صدام يحصل تاني بينها وبين سارة وتاني يوم بيقرر سالم انه يرجع للمعهد مع ليل صاحبته وهناك بيتفاجئ بوجود نور اخته في انتظاره فبيقرب منها وبيحاولي صلاحها وبيطلب منها انها تسمحه بس بترفض وبتقوله انها مش جاية تاخد وتدي معاه في الكلام وبتسأله عن عنوان رولا في نفس الوقت ده بيروح زين لكرم في الياخت بتاعه وبيقوله انه جاي فتحه في موضوع مهم ومش عاوز يصخر منه كعاته او يعلق اي تعليقات سلبية ولما بيوعده كرم بدأ بيقوله زين انه قرر يعرض على سارة الجواز فبيبريك له زين وبيتمنى له انه كل حاجة تمشي زي ما هو مخطط بالظبط فبيقوله زين انه عاوز يبهر سارة وعرض الجواز اللي هيقدمه يكون مثالي ولما بيرجع زين للشركة بيطلب من صباح السكرتيرة تسجيلات كاميرات المرعبة لاخر 48 ساعة فبتديله الفلاشة اللي عليها التسجيلات وبتقوله كمان الامنة قالها النهاي فدخلت الشركة قبل تاريخ المناقصة بيوم فبيقول لها زين تسجيلات الكاميرات هتبين كل حاجة بعدها بنشوف نور رايحة لشقة رولا بس بتلاقيهاش هناك وبتخرج تستنها قدام العمرة وهي بتعين وفي نفس الوقت ده بيكون فراس في الفندق وبيحاول يدفع حسابه بيستخدام بطاقة بنكية لكن الموظف بيقوله انه بتاقته مش شغالة وبيجرب واحدة تانية وبرضو بيلاقيها مش شغالة فبيشك فراس فان ابو السيد ابراهيم وقفلت بطاقت البنكية كلها ولما بنرجع لابراهيم بنلاقي نادية بتديله الدواء بتاعه وبتقوله انه نور اتأخرت برا البيت وبتمسك التليفون وبتتسل بيها وبترد عليها نور وبتقولها انها كويسة بس هتتأخر شوية عشان عايزة تكمل شوپنج وتروح كم محل وطبعا نادية بتكونش عارفة انه نور بتجدب عليها وان قاعدة تستنى رجوع رولا من الشغل ونور نفسها ما بتكونش عارفة ان اخوها سالم قاعد في عربيته بيرقبها من بعيد وبعد طول انتظار بتوصل رولا وبتلحقها نور على باب الشقة وبتقولها انها ستة معدومة الضمير والاخلاق واللعبت على واحد متجاوز عشان بس يشتري لها شقة وبتقولها كمان انها حامل في توقم وهي دمرت حياتها فبتحاول رولا انها تدفع عن نفسها وبتطلب من نور انها تدور على جوزة وتسأله هو لف وراها قد ايه عشان يوصل لها فبتتعصب عليها نور وبتضربها ولما بتدخل رولا شقة بتدخل نور وراها وبتكمل ضر في اللحظة دي بيدخل وراها سالم اخوها وبيحاول يهديها بس رولا بتستفزها وبتقولها ان جوزة فراس مش عندها ونها طردته برا بيتها وبتهددها انها تطلب لها الشرطة وهنا بيضطر سالم انه ياخد نور اخته ويمشو من الغضب اللي يكون مسيطر عليها وبتحاول انها تدرب نور تاني وبيوصلها سالم بنفسه للبيت وفي نفس الوقت ده بيكون كرم وحيدة على اليخت بتاعه وبيتصل بتيمة وبيطلب منها انها تيجي تقعد معاه ولما بتروح له تيمة بتقوله انها بتحس ان الشركة ناقصها حاجات كتير لما هو بيبقى غايب وبتبقى على وشك انها تعترف له بحبها بس بتتكسف لكن كرم بيغير الموضوع وبيسألها عن سارة وبتقوله انها كانت زميلة دراسة بس ما حضرتش فرحها ولما رجعت من برد فجأة ان جوزها مات وبتقول لها ان سارة مرت بظروف صعبة قوي استقدرت تتجاوزها بعدها بيسألها كرم عن احلامها في الحياة فبتقوله تيمة ان نفسها تبقى مبسوطة نفسها تلاقي الشخص اللي تقدر تكمل معا حياتها فبيقول لها كرم انه صعب تلاقي حد بيحبها وبتحب في نفس الوقت فبتوافقه تيمة على كلامه وبتقوله ان الحب عندها اهم من اي شيء اهم حتى من النجاح في الشغل والحياة المهنية على العموم وفي نفس الوقت ده بيعزم زين سارة على عشاء وبيبقى مرتب الطريقة اللي هيعرض بها الجواز عليها وبيقول لها انه حب المكان كله ويبقى باللون الابيض وده عشان يكون راقي وهادي وانيق زيها وبيقول لها انه بيتمنى يكون لها الرجل اللي تعتمد عليه في باقي حياتها وبيعترف لها انه بيحب يقعد معها ويتكلم وبيتمنى لو الزمن يقف بيه لما بيبقى معاها وبيعترف لها بحبه وبيعرض عليها الجواز ولما بنرجع لكرم بنلاقي لسه صهران مع تيمة على الاخت بتاعه وبتستمر تيمة في حكاياتها عن نفسها وعن صارة في مرحلة الجامعة وفي النهاية بيقرب منها كرم وبيبدأ فصل جديد في علاقتهم ببعض في الفصل ده هيكونوا اقرب لبعض من قبل كده وتاني يوم الصبح بيشكر زين صباح على ترتيبات العشن اللي عملتها بنفسها ولما بيلاحظ واقل ده بيسأله عن ساب رواءانه ومزاجه الحلو فبيقول له زين انه طلب الجواز من سارة الليلة اللي فاتت ولما بيسأل واقل ان كان حدد معد الجواز ولا بيقول له زين انه تعمد يدل سارة فرصة كافية للتفكير اما تيما فبتبقى على مكتبها والسرحنة في اللي حصل بينها وبين كرم الليلة اللي فاتت وبتفكر انها تبعت لكرم رسالة بس سارة بتفجئها وبتنادي عليها ولما بتردش بتشيل السماعات من ودنها وبتطلب منها انها تحكيلها عن اللي حصل في مقابلتها مع كرم الليلة اللي فاتت فبتقول لها تيما انها مبسوطة لدرجة انها ما قدرتش يتنام من بعد المقابلة اما كرم فببقى لسه في اليخت بتاعه وبيبقى حيرام ما بين المشاعر القديمة اللي في قلبه اتجاه سارة وبين المشاعر الجديدة اللي في قلبه اتجاه تيما صاحبتها بس زين بيطع عليه حرته دي باتصاله بيه اللي بيعرفه فيه انه قدم لسارة عرض الجواز فعلا ودلوقتي ما فيش قدامه غير انه ينتظر ردها وبيتمنى كرم لصديقه زين التوفيق وبيقوله انه مبسوطة علشانه وفي الشركة بيبقى الاحباط باين على هيفا ويبتسأل صباحا كرم وبيطلب منها انها تروح مكتبه وبتنصحها صباح انها تتواصل معها عن طريق البريد الالكتروني لانه كده كده مش موجود في الشركة فبتضطر هيفا انها ترجع على مكتبها وفي الوقت ده بيشوف سالم هو ماسك تليفونه بيحاول يتصل باخته نوره علشان يطلب منها انها تسمحه بس النور ما بتردش عليه لانها بتبقى قادة مع السيدة نادية اللي بتحاول تهديها وبتطلب منها تهتم بنفسها وبصحيتها شوية عشان خطر التوقم اللي هي حامل فيه وبعدها بيدخل عليها السيد إبراهيم اللي بيقول لها انها لازم تكون قوية وبيفكرها انه هما كلهم جنبها وبيقول لها انه لو في حد حياته نهارتي بقى فراس مش هي بس بتقوله انها تحطت في موقف مخجل بسبب فراس واضطرت تروح لحد عشانته وتتخنق معاه لكن إبراهيم بيستمر في رفع روحها المعنوية وبيطلب منها ترفع راسها الفوق وبيقول لها انه عاقب فراس بقى فيه الكفاية لدرجة انه وقفله كل البطاقات البنكية بتاعته ومفيش اي حل فاضل قدامه غير انه يرجع لها ويعتذر لها قدام الكل وبيوعدها انه مش هيسمح له بدخل البيت او الشغل غير بيزنها هي ويا اما تصلحه ويا اما يكمل حياته متشارد في الشوارع وفي الاخر بيرفض إبراهيم انه يسيب نور ويخرج قبل ما بتبتسم وفعلا بتبتسم وبتشكره على وقفه جنبها أم بفراس فبيرجع لشركة إبراهيم وبيدخل المكتب وبياخد اوراق مهمة وبيخرج تاني من الشركة وعلى طول بيتصل رئيس العمال أدهم بإبراهيم وبيعرف ان فراس دخل الشركة وخرج مرة تانية وبيطلب منه إبراهيم انه ما يتعرضوش ويسيبه ولما بتسمع نادية المكالمة دي بتقول لإبراهيم انه بلغ قوي فيعقابه لابنه وبتقوله انه رجل طويل عريض زي فراس ما ينفعش يقف له الحسابات والبطاقات البنكية ويسيبه ماشي من غير فلوس فبيتضيق إبراهيم وبيقول لها ان فراس مجنون ومتهور وممكن يبيع كل ممتلكات ويسرفها على الستات وبعدها بنشوف هايفا على مكتبها ولها بتلاحظ غياب رولا عن الشغل بتتسل بيها وبتسألها عن ساب غيابها عن الشغل فبتقول لها رولا انها مش كويسة وانه نور مرات فراس جت لها العمارة وفضحتها قدام الجيران وبتقول لها هايفا انها تستأزم الشغل وهتجلها فنفس الوقت ده بتتسل صباح بيزين وبتقوله انه أم السيدة سمية في طريقها ليه قبل انه بتدخل سمية عنده بتقوله انها كات في طريقها لرافي المساعد بتاعها وده عشان تعيني اللوحات اللي هتعمل بيها المزايد والان الشركة في طريقها بكر يتعدي عليه وطاعد معه شوية لكن زين برده بيكونش مرتاح لزيارة مامت ولما هي بتلاحظ ده بتضطر يتعتذر له للمرة التانية وبتقوله انها عارفة انها غلطت بس بتطلب منه ان يحط نفس مكانها وبتقوله انها خافت عليه لحسن يدمر حياته بسبب اعجابه بواحدة ست وبتقوله كمان انها تعرف نهاية الطريق في العلاقات الغير متكافأة بس مش هتقدر تمنعه انه يتجاوز سارة طالما بيحبها ولما بيفهم زين قصد مامته بيقولها انها بتحاول تحسسه بالزن باتجاهها وبتحاول تخليل ابن السيء اللي هيتجاوز واحدة ستة امه مش بتحبها فبتقوله سمية انها مش هتقدر تحب سارة بالغز بس جات له لحد مكتبه عشان ما يكونش شايل في قلبه منها ولما بتخرج من مكتب ابنها بتقابل سارة وتيمة وبتسألهم عن احوالهم وبتبتسم في وشهم وبتمشي بعد ما بتمشي بتبقى سارة مستغربة وبتقول لتيمة انها مش قادرة تحدد ان كانت السيدة سمية بتحبها ولا بتكرهها فبتقول لها تيمة ان عمرها ما هتقدر تعرف حاجة زي دي لان سمية ست مش تهلة ابدا وفي اللحظة دي بيتسل دكتور عاصم بسارة وبيطلب منها تحضر المزاد الخيري ومش بيجيب سارة السيدة سمية وده بيبقى بالزبط اللي هي طلبته منه ولما بنرجع لابراهيم بنلاقيه قرر يرجع لشركته مرة تانية واول ما بيدخل مكتب بتاعه بيدور في اوراقه وبيكتشف ان فيه اوراق مهمة نقصة وبيتسل بادهم رئيس العمال وبيسأله عن الفندق اللي فراس مقام فيه ولما بيوصل ابراهيم للفندق وبيقعد مع ابن فراسه وبيقوله انه ما عندوش ضرة خجل فبيقوله فراسه انه طول الوقت عارف انه ابن سيق فنظره ده غير انه عاش طول عمره تابع ليه وما عملش اي حاجة من وراغر غلطته مع روله وبس فبيتداي ابراهيم وبيقوله انه طول الوقت كان بيجدب وبيعك من وراغه ودلوقت جاي غلطه هو بيستمر فراس في دفاعه عن نفسه بيقوله ان الحق عليه هو لانه ولا مرة عمل اي حاجة عشان نفسه انه كل حياة كان بيعملكت عشان يكبر في عينه ويشوفه ويفتخر بيه وفي نهاية الحوار ما بينهم بينصح ابراهيم ابنه انه يروح يصالح مراته نوره يعتذر لها وقتها هيبقى له كلام تاني معاه بعدها بنشوف هايفا ويبتتكلم مع وائل وبتطلب منه الاذن عشان تمشي بدري من الشركة وبنشوف كمان وائل وهو بيطلب من فاروق السواق انه يخرج ورها ويرقبها وهنا بنفهم ان خيانة هايفا لشركة موزاييك انكشفت ولما بتوصل هايفا لبيت رولا بيبقى فاروق متابعها وطبعا بيبلغ وائل بخط سرها اما رولا فبتبقى مهمومة وبتدخل شاقتها عشان توسيها وتتكلم معها وبتسألها ان كانت بلغت فرص باللي حصل ولا لا فبتقول لها رولا انها زعلانة منه ومش عايزة تكلمه وده لانها كتفاكرة بيحبها بجد زي ما هي حبته وفي الليلة اللي هيتعامل فيها المزاد الخيري بيطلب زم من امه انها متعملش اي حركة كده ولا كده في المزاد وبيترجها انها متعملش اي حاجة تزعل سارة وبيأكد عليها انها تعملها كويس فبتقول له سمية انها هتعملها زي ما تعودت تعامل اي حد في نفس الوقت ده بيكون ابراهيم زهقان وبيسأل امه هما هيمشوا امتى فبتقول له سارة انه هما لست وصلين وبيتدخل كرم وبيقول لابراهيم انه هو كمان زهقان وبيقترح علي انه هما يروح يلعبون وفجأة بيوصل زينه بيسلم على ابراهيم اللي بيقوله انه هيروح مع عمه كرم وبياخد كرم ابراهيم وبيطمن سارة عليه وبيمشي وكمان ديما بتقرر تمشي عشان تسيب زينه سارة لوحدهم وطبعا بيستغل زين الموقف وبيتغزل في سارة وبيقول لها انها جميلة جدا وبتردله سارة المجاملة وبتقول له انه شيكو بيمشي وهما مسكين ايد بعض في المزاد في نفس الوقت ده بتروح هالة لسمية وبتعرفها ان المزاد هيبدأ وبتقول لها كمان ان هما هياخدوا صورة جماعية بعد المزاد يخلص وبتسألها سمية عن دكتور عاصم والولاد لو هيكونوا موجودين فبتأكد لها هالة وجودهم وبتحذرها انها تهرب والغريب ان كلام هالة بيضايق سمية وبتقول لها ان كل حد يشوفها لازم يتديموا لحظات ولما بيستغرب هالة من كلام سمية بتقول لها نيزين هو كمان حذرها انها تكلم سارة بتريع وحشة تبقى سمية مش شايفة نفسها غلطانة وبتقول لها هالة انها ما ضغطتش عليها قوي وانها هما المكبرين الموضوع وبتعترف لها انها اتقبلت سارة انها هتبقى مرات ابنها وانها هتأقلم نفسها على الموضوع وبتغير الموضوع وبتطلب ان المزاد يبدأ بسرعة وطبعا هلها بتكونش مسدها كلامها وشك انها هتعمل حاجة مش لطيفة وفي نفس الوقت بتكون هايفة ماشية في الشارع بس معتاصم بيقابلها وبيمسكها بالعافية بس هايفة بتفهم ان شغلها معهم خلص وانها عملت كل حاجة طلبها منها بس معتاصم بيتهمها انها وصلت له معلومات غلط وبيسألها لو كان في حد عارف انها شغالة معاهم كان قصد ان يضللهم وبيقول لها كمان انها مكيتش قد الشغلانة وكشفت نفسها انها بتعايط هايفة بيسيبها معتاصم وبيتمنى انه يكون غلطان وانها فيش حد كشفهم وبيسيبها وبيمشي في الوقت اللي بيكون فيه بقى معتاصم بيتخانق مع هايفة وبيبقى في شخص قاعد في العربية بيسجل لهم فيديو بعدها بيبدأ المزاد وكل واحد بيروح يعود مكانه وبيبقى المزاد ماشي كويس جدا وبتبقى صارة وتيها مبسوطين ومستغربين في نفس الوقت من المبالغ اللي بتتدفع في التحف اما زين فبيبقى مصوطة عشان شايف صارة مبسوطة وفي نهاية المزاد بيتطلب من سمية انها تقول كلمة والغريب انها بتبقى كلام جميل جدا في البداية وبيبقى الكل مبسوط وبيسقفه بس بتقرر انها تفجر مفاجأة في نهاية الكلام وبتعلن خطوب الزين وصارة وطبعا زين بيتصدها وبيكونش مصدق اللي مامته عملته وكمان صارة بتتصدها بتبقاش عارفة تقول ايه لابنها ابراهيم وطبعا الكل بيروح يهن ويبارك ومش بس صارة وزين اللي بيبقوا متداقين بسبب اللي حصل لان هالة وتيمة بيبقوا هما كان متداقين وده لان هما اخر من يعلم وبعدها بتسأل هالة واقل علشان تتأكد منه وبيقول لها ان صارة وزين لسه ما اتفقوش وان اللي سماية عملته ده بدر جدا وكان بيروح كرم لصارة عشان يتطمن عليها وفي الطريق للبيت بتحاول صارة تتكلم مع ابراهيم وتيمة بس بيبقوا زعلانين منهم ورفضين ان هما يتكلموا معيها اما زين فبيزعق مع سماية في البيت وبيلومها عالتصرف اللي يتصرفته وبيقول لها ان صارة لسه مش موافقة عليه وبيتهمها انها كانت عاوزة تحرجها قصاد ابنها واتضيقه بس وبتقفها لف صحف زين وبتلوم سماية على اللي عملته قدام ابراهيم بس السماية بتفضل تدفع عن نفسها وبتقول لزين انها ما كانش قصدها وانها نسيت موضوع ابراهيم خالص وبتحلف له انها كانت عايزة تفرحه مش اكتر وطبعا زين ما بيكونش مصدق ولا كلمة ومش عارف يعمل معها ايه وبياخد كرم وبيمشي ولما بنرجع لصارة بنلاقيها قعدة نعم ابراهيم ابنها اللي بيسألها لو كانت هتتجوز فعلا لكن سارة بترفض انها تقوله اي حاجة وبتوعده انها مش هتسيبه واتفضل جنب وبعد ما بتطلع سارة للسارة بتلاقي تيما مستنيها وبتلمها عشان خبت عنها موضوع زي ده وبتسألها لو كانوا هتجوزوا فبتقول لها سارة انها لسه مش عارفة وانها مش مرتبطين اصلا وطبعا تيما بتصدقاش وبتقول لها ان ام زين مش هتجيب الكلام ده من عندها واكيد في حاجة وبتسألها لو زين عرض عليها الجواز فبتقول لها سارة ان ده حصل من كم يوم بس لكن كلام سارة بيزعل تيما اكتر وبيخليها تسأل عن السابل اللي خليها تخب عنها وبتقول لها انها كانت بتعتبرها اختها فبتقول لها سارة انها اختها فعلا وكل عيلتها بس تيما بتقوم وبتقول لها انها عرفت مكانتها عندها وبتسيبها وبتمشي وفي نفس الوقت ده بيكون زين مع كرم اللي بيلومه لانه قال لمامته حكاية سارة من قبل ما سارة توافق فبيدفع زين عن نفسه وبيقول له انه كان عاوز يوصل لها بس انه جدي في الموضوع عشان تعامل سارة بتريها كويسة وانه ما كانش يعرف انها تعمل كده فبيحاول كرم يحسن نظن في سارة وبيقول له انه ممكن ما يكونش اصداف فعلا انها اتضايق بس زين بيرفض كلامه بيقوله نمامته وانه هي عارفها كويسة وبيسأل كرم المفروض يعمل ايه بيبقى خايف ان سمعي تتمدى اكتر من كده وبيقرر يقوم ويسيب كرم ويمشي فجأة بتدخل عليهم المربية امينة وبتدي لسارة التليفونه بتقول لها ان زين طالب انه يكلمها ولما بترد عليه بيقاتي زر لها عن اللي حصل وبيحلف لها انه ما كانش يعرف ان ممته هتعمل كده بس سارة بتكونش مهتمة وبتطلب من زينها تغيب من الشغل عشان تقضي وقته مع ابنها وبيوافق زين وبيتملنها لها تقضي وقته حلو معاه واول ما بتقفل سارة مع زين بتقول لابنها ابراهيم انها مش هتروح الشغل وهتقضي اليوم معاه وبتحاول تغريب كل الحاجات اللي هيعملها معاها بس ابراهيم بيرفض ان يرد عليها وفي الشركة بيروح كرم واقل لزين وبيبلغ واقل ان في خبر مش حلو عاوز يقولهوله وفي نفس الوقت ده بتروح هايفا الرولا وبتسألها عن موضوع فراس بس رولا بتقول لها انها قفلت الموضوع ده ومش تفتحه تاني كان هايفا ما بتهتمش وبتقول لها ان سارة وزينها يتجاوزوا وبتقول كمان ان سارة وتيما خطفوا اهم اتنين في الشركة وانهم قاعدين من غير ما يعملوا حاجة وبتبقى هايفا متضايقة جدا لان كرم دايما علاقاته طياري وعلى الرغم من كده حبتيمة ولما بنرجع لزين بنلاقيه بيتفرج على الفيديو بتاع هايفا ومعتصم وبيطلب من السكرتيرا صباح انه اتنديله على هايفا عشان يتكلم معاه واول ما بتدخل هايفا بيطلع ويل بالفيديو وبيورهولها وبتنكر هايفا في الاول انها تعرف معتصم ولما بتعرف ان كل حاجة حصلت متصورة بتقول لي زين انه معتصم هو اللي فضل يطاردها وانه اكبرها على الشغل معاه وبتقول له كان الملفات اللي تدهاله كانت غلط لغير انه بقى بيهددها اكتر من الاول وبيلومها لانهم ما خسروا المناقصة وبيفهمها زين انه هو اللي حطلها الملفات الغلط علشان يكشفها وبيسأله اخدت كام عشان تخنهم وبتقول له انها ما اخدتش حاجة وبيتعصب عليها زين وبيبقى عاوز يطلب لها الشرطة بس هايفا بتعيته بتعيده انها تحكله على كل حاجة وفي نفس الوقت ده بتتسل نادية بصورة وبتقول لها انها عايزة تتكلم معها شوية وبتسأله لو كانت فاضية وبتعرفها صورة انها اخدت اجازة من الشغل وبتشتكلها نادية من حالة نور بتقول لها انها سكتة وحبسة نفسها في القضة طول اليوم وانها رفضة حتى تاكل وبتسأله لو كان مفرودي وادوها لدكتور نفسي وبتقيد صورة الفكرة وبتقول لها نادية انها عارفة دكتور كويس جدا وبتقترح عليها كمان انها تزورهم علشان تتكلم مع نور وتقنعها وبعدها بتخرج هايفا من مكتب زينو هي بتعيت وبتشوفها تيما وبتسأل صباح عن اللي بيحصل وبتعرفها ان هايفا هي اللي سربت المعلومات وبتكونش تيما مسدقة ان هايفا توصل للمرحلة دي من الحقارة وبعد كده بتروح هايفا مكتبها وبتلم حاجتها وبتشوفها رولا وبتروح تسألها عن اللي بيحصل وبترحب بيهم جدا وبتطلب من ابراهيم ان يدخل جده وبتاخد صارع عشان يدخل النور يكلموها واول ما بتشوف نور صارع بتحضنها وبتعيط اما رولا فبيعرض عليها اتنين من الموظفين انها تتغدى معاهم وبيبقوا عاوزين يعرفوا منها السابل اللي خلى هايفا تعمل كده لكن رولا بتفهمهم انها بتعرفش وكمان ما بتعرفهم انها خايفة اترضوها هي كمان بس بيطمنوها وبيقولها ان شغلها كويس وانها بتدخلش في حاجة ولا ليها علاقة بأي حاجة وانهم هيدفوا عنها لو حد اتهمها بحاجة وبتفرح رولا جدا من كلامهم بعدها بيبقى زين مع كرم ووائل عشان يتكلموا في موضوع ناصر وبيبقى زين مستغرب ظهوره فجأة وبيشك انه بيتجسس عليهم من زمان وانهم ما كانوش يعرفوا وبيتفق كرم مع زين بس وائل بيقولهم ان ناصر كان زمان بيقدر ينفس شركتهم انهم بعدهم مسكوا الشركة وهم خدوا الحتة تانية وناصر مش قادر يوصل لهم وان ده استهبف اللي هو بيعمله وبيقتنع زين بكلام موائل وفي نفس الوقت بيكون مدرك انه مش هيدروا يعملوا حاجة لانهم مش هيدروا يثبتوا علاقته بم معتاصم بناصر وبيقرار زين انهما لازم يكونوا حذرين وياخدوا بالهم اكتر من كده ولما بنرجع لنور بنلاقيها لست بطعية وبتشتكل سارة عن الوجع اللي هي حست بيه وبتقترح عليها سارة انها تشوف دكتور نفسي وطبعا بتبقى نور رفضة وشايفة ان الدكتور مش هيدر يعمل لها حاجة لكن سارة بتكونش معاها وبتحاول تفاهم اهمية الدكتور انه لما تطلع لجواها تكون احسن وبتقولها كمان انها تعالجت سنة كاملة عند طبيب نفسي بعده موت فارس جوزها وبتحاول نادية هي كمان تقنعها وتطلب منها انها تحاول وتقتنع نور وبالذات لما بتأكد لها سارة انها جربت العلاج النفسي واستفادت وفي نفس الوقت ده بيكون ابراهيم مع جده اللي بيبقى فرحام به وبالرسم بتاعه وبيقوله ان ابو فارس هو كمان كان شاطر في الرسم وبيطلب منه ابراهيم انه يوريلي رسومات ابوه لكن استيد ابراهيم بيلاقيش الرسومات وبيطلع صورة من صور فارس وبيديها لابراهيم وبعد ما اليوم بيخلص بيودع ابراهيم ونادية سارة وابنها بس ابراهيم بيقول لنادية انه هيجي يعيش معهم لما امامته تتجوز واول ما بتسمع صورة الكلام ده بتتصدم وبتحاول تعد الموقف وبتقول لابنها ابراهيم انها مش هتسيبه ابدا وبتطلب منه يروح مع المربية عشان يشرب عصير واول ما بيمشي ابراهيم بتحاول صورة تفهم نادية وابراهيم انها لسه مش متأكدة من موضوع بتاع الجواز ده وانه عشان كده ما قلت له همش وبيطلب منها ابراهيم انها تدخل بسرعة عشان يتكلمه في الموضوع ده ولما بنرجع لزين بنلاقيه بيطلب من كرم واقل انه هما يكتموا السر لحد ما يشوفوا هيتصرفوا ازاي وبيفهم كرم انه ناصر هو كمان هيبقى حذر بعد ما يعرف انه هما كشفوا هيفا بس كرم بيكونش معاه وبيقولوا الناصر ممكن يتجنن اكتر بالذات لانه خسر حاجة هو كان حيث وبيقطع واقل وبيطلب منهم انه هما يبطلوا كلام على ناصر وضيعوش وقتهم وبيقولوا من اهم حاجة انه هما كسبوا المناقص اما سارة فبتقول لناديا انه لطلب ايه ده هيبقى زين وانه لسه مردتش عليه وبتفرح نادية وبتقول لسيد ابراهيم انه لما كان في المستشفى زين سأل عنه وخلى كل الدكاتر يهتموا به انه شخص كويس فبتمنى لها ابراهيم الخير وده على الرغم من انه بيبقى باينة على انه مش فرحان بعدها بيروح زين لسارة البيت وبتقول لها مين انه سارة وابراهيم مش موجودين وانه على وصول وبتطلب منه يدخل البيت ويستنىهم جوه الشرطة في موضوع سالم وفراس وبتحاول توصل له نزين شخص كويس وبتقول له كمان انه مش اول ما شافته وهي حاسد انه بيحب سارة انه مهتم بيها فبيقول لها السيد ابراهيم انه كل اللي هو بيفكر فيه ان الحاجات بتجي متأخر وبيبقى صعبان علي انه اول ما علاقتهم بتاعت تتحسن مع سارة قررت تتجوز وتسيبهم بس نادية بتطمنهم وبتقول له انه ابراهيم هيفضل حفظهم وانه سارة ام مسئولة وهتقدر تحافظ عليه وبتقول له كمان ان سارة بقت ارمالها في سن صغير وتحملت مرض ابنها لوحدها وان من حقها تيش حياتها وبيقتنع ابراهيم بكلامها وبيتمنى لسارة الخير وبعد شوية بتبقى سارة وصلت البيت بس ابراهيم اول ما بيشوفه بيتدايق منه وبيرفض حتى انه يسلم عليه وبيطلب من سارة تعلق سورة فارس ابو في قدتها وبتعتذر سارة لزينه وبتدخل مع ابراهيم وبتعلق سورة فارس زي مطلب وبيقول لها ابراهيم انه قضتها كده بقت حلوة وانه هو كمان هيعلق سورة ابو في قدته وبيقول لسارة انه بيحبها قوي وبيحضنها وبيعرف انه بيحب باباه وكمان حتى لو ما كانش معاهم وبتأكد سارة على كلامه وبتقوله انه هو كان بيحبهم وبعدها بتخرج سارة لزينه اللي بيعتذر لها من تصرفات مامته وبيقول لها انه هيعرف يتصرف معاها لكن سارة بتفهم ان ابنها عرف عن موضوعهم بطريقة مش حلوة وانه متغير معاها من وقتها وبتقوله كمان انها اضطرت تعرف جده وجدته واني تيما زعلانة منها عشان كنت مخبية عنها وبتكمل سارة كلامها وبتقول لزين انه في صعوبات كتير هتقابلهم انهم مش يقدر يوصلوا اللي هم عايزينه وطبعا زين ما بيهموش كل الكلام اللي تقال وبيفرح ان سارة بتتكلم عنه وعنها بصيغة الجامعة وبتتكسف سارة وبطلب منها زين انها تديله فرصة تانية وبيوعدها ان هم هيأسسوا حياة حلوة لهم والابراهيم وبيقولها انه واثق ان اللي بينهم هيخليهم يبنوا اسرة حلوة وفي نفس الوقت بيروح معتصم لناصر وبيعرفوا ان هايفا تكشفت وان زين طردها من الشوق وبيعرفوا ان زين كان شاكك فيها من زمان وبعتلهم حد يرقبهم وطبعا اول ما بيسمع ناصر الكلام ده بيزعق لمنتصر وبيطلب منه ما يعملش حاجة تانية من غير اذنه وبالليل بترجع رولا البيت بتاعها مع موظف اسمه مازن اللي بيوعيدها انه هيتكلم لها زين وهيقول له انه ملاهاش علاقة باي حاجة وبتشكره رولا وبتودعه بس بتتفاجئ بهيفا في وشها وبتقولها انها هتبات عندها كم يوم عشان مش عاوزة تروح بيتها وبيبقى باينة على هيفا انها غيران من رولا وشكة فيها هي ومازن واول ما بتدخل هيفا بتقولها انها خايفة جدا وطبعا رولا بتلمها عشان وعرطت نفسها في شغل مش تمام وبتتهمها انها عملت كل ده بارادتها علشان خطر الفلوس بس هيفا مش بتنكر الاتهمات دي وبتقولها ان المرتب اللي هي بتاخده مش من طموحتها وبترجع رولا تلمها لانها صرفت كل الفلوس اللي اخدتها وما عملتش حسابها انها تطرد من الشغل وتاني يوم في الشغل بتبقى تيمة لسا زعلانة من سارة ومن كرم وده لانه ماوقفش جنبها وهي زعلانة من سارة وفي الاجتماع بيقول مازل لزين ان هما هيحتاجوا موظفين اكتر عشان يقدروا يسلموا الشغل في المعادل مطلوب فبيقول لكرم ان هما عملين حسابهم ان هما اللي هيخطروا الموظفين اللي ينفعوا يشتغلوا معهم على المشروع اما نور فبتبقى لسا في قضيتها وزعلانة وبتدخل عليها مدبرة المنزل ومسعيد وبتفكرها بمعادها مع الدكتورة النفسية وبتقترح عليها ان اتغير هدومها وتستحمى بس النور بتزعق لها وبتقول لها انها عايزة تنامى وبتطردها من القوضة وفي الشركة بيلاحظ كرم ان تيمة زعلانة منه بس نا بيقدرش يعمل حاجة قدام الموظفين وبتدخل صارة لتيمة وبتحاول تعتذر لها وبتقول لها انها عارفة ان اللي عملته حاجة سيئة جدا وبتطلب منها تسمحها وبتعاية تيمة وبتقول لها انها مخنوقة وبتعرفها ان كرم متغير معاها وكأن ما كانش بينهم حاجة وبتقول لها انها مش فهمة لو كيف بتتواهم ولما بنرجع لكرم بيبقى مازن بيتكلم معاها عن رولا وبيقول له انها خايفة لانها قريبة هايفة وبيعرف ان شغلها حلو جدا وبيقول له كرم انه عارف ان شغلها حلو وانه فيش حد اشتكى منها وبيطلب منه ان يقول لها ما تقلقش وفي نفس الوقت ده بتكون نادية مع ابراهيم وبتسأله لو كان يعرف اي حاجة عن فراس بس بيقول لها انه مش مهتم يعرف عنه اي حاجة وبيعرف انه دخل الشركة من وراء واخد عود الملكية وبتدفع نادية عن فراسه وبتقول له ان العود دي كانت لممتلكات باسمه وتسأله هو ليه كتبها له طالما مش عاوزوا يتصرف فيها وبتعصى ابراهيم وبيفهم انه فراس غلط انه لازم يتعاقب وبتفهمه نادية انها خايفة تخسره بس ابراهيم بيطمنها وبيقول لها انه هم هيعملوه باسوأ شوية عشان يرجع لعقله مش اكتر وبقتها بيكون فراس مع عقود الملكية وبيستنى سمسار عشان يبيع الممتلكات وبيفتكر كلام ابو ليه واللي طلب منه انه يعمل حاجة تخليه افتخر بيه وكمان بيعتذر لمراته النور عشان تسامحه لما بيفوق فراسه على كلام السمسار بيقوله انه لغى البيعة وانه مش هيبيع اي حاجة وبيسيبه وبيمشي اما زين فبيبقى مع كرم وبيقوله انه تيما واضح عليها انها مش كويسة وبيسأله عن انه لو كان يعرف السبع بس كرم بيأكد له انه مش عارف هي مالها فبيقوله زين انه لما كانش بيفكر في تيما بشكل جدي لازم يبدع عنها قبل ما يجرحها وطبعا كرم بيتضايق من كلام زين وبيسخر منه لانه بقى مهتم بمشاعر الستات وبيسأله لو كان بيعمل كده لان تيما صاحبت سارة فبيقوله زين انه علاقته بسارة جدية وانه كلام مفوش اي حاجة غلط وفي نفس الوقت ده بيكون نصر قاعد مع معتصم اللي بيقترح عليه انه هما يخوفوا زين اكتر انه مستهتر بيهم بس نصر بيلوموا على تهوره وبيقولوا انهما لازم يبقوا حذرين معاهم وبيطلب منه ان يعرف كل حاجة عن الموقع بتاعهم وبيأكد عليه انه ما يعملش اي خطوة من غير ما يعرفه وبعد كده بتبقى نادية عنده نور في القوضة وبتقنعها تروح للدكتورة وبتقنع نور اخيرا اللي بتروح معاها بعدها بيبقى سليم في بيت ليل وبيستغرب لما بيجي لها ورد وبيلومها عشان ما قيتلوش انه عيد ميلادها النهاردة بس ليه الاول ما بتشوف الورد بتتدايق وبترميه في الزبالة وبتقول لي سالم انها بتهتمش بالمناسبات دي وبتحبش الورد بس سالم بيلاحظ انها مش طبعية وفي نفس الوقت بيوصل فراسة على الشركة بتاعت ابراهيم وبيبقى رايح علشان يرجع العقود اللي هو اخدها وبيقوله انه قرر انه مش هيصلح الغلط بغلط تاني وانه لازم يبقى اب كويس لولاده ويخليه يفتخر بيه وبيسيبه وبيمشي بعدها بتبقى نور وصلت للدكتورة النفسية اللي بتحاول ترفع معنوياتها وتخليها تقتنع ناسات قوية وتقدر تتخطى اللي هي فيه وقتها بتبقى سومية وهالة في الشركة وبتستغل سومية نزيم مش موجود بتدخل لصورة وبتقوله انها تسرعت لما اعلنت على الخطوبة ولو كل اللي هي عايزة سعادة ابنها وبتطلب منها انه ما يتعرفوا على بعض طالما هتبقى مرات ابنها وتفهمها انها مستعدة تتقبلها زي ما هي بس هالة وتيما بيدخلوا وبتسكت سومية وبتمشي مع هالة اما معتصم فبيبقى قدر فعلا انه يوصل لكل المعلومات المطلوبة عن المشروع بتاع زين وبيعرف ناصر انه قدر يقنع واحد من اللي زين شغال معاهم عشان يبقى شغال لصالحهم وبيبقى الشخص ده اسمه ياسين بعدها بيرجع في راس الفندق اللي هو فيه وبيعتذر من موظف الاستيبال بيقولوا انه كام يوم وهيجيب له الفلوس بتاعته السمه وظف بيقولوا انه ابراهيم دفع كل الفلوس وبيفرح فراز جدا وبالليل بيبقى ياسين في الموقع بيعمل كل اللي معتصم طلبه منه بالحرف وبيتصل بيبلغه اما سالم فبيبقى محضر لليل عشب ومناسبة عيد ميلادها بس اللي ما بتفرحش وبتقوله انها بتحبش المناسبات وفجأة تليفون ليل بيرن وبتتوتر جدا ولما بيلاحظ سالم ده بيطلب منها تحكيله اللي بيحصل وبينتهي الجزء ده من الملخص بتاع المسلسل استنونا في الجزء اللي جاي عشان نعرف ناصر هنتقم من زين وكرم ازاي الفيديو ده كتابته سارة شوكة بسجلته اما العقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكون مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سلام